إن امرأة عندها مجلات من مجلات الأزياء منذ عدة سنوات تقول عندما أردت أن أرجعها إلى صاحبها الخياط لم أجد مكانه ربما ضاع لنقله من المحل أو لموت لست أعلم ولم أعرف اسم صاحب المحل وسؤالي ماذا أفعل بتلك المجلات هل أعطيها غيري أم أبيعها وأتصدق بثمنها علما أنها تعرض أزياء النساء دون وجه ماذا أفعل وجهوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد فإن هذه المجلات التي تسمى مجلات الأزياء وقد أخلتها السائلة ثم لم تجد صاحبها قد بحثت عنه ولم تصل إليه فإن كان لها قيمة فإنها تبيعها وتتصدق بثمنها وإن لم يكن لها قيمة فإنها تتصرف فيها بما شاءت على أن هذه الأزياء ربما تكون مخالفة للأزياء الشرعية في لباس المسلمين فإذا كانت كذلك فإنها يجب إتلافها وإن كانت أزياء لا تخالف أزياء المسلمات وكما ذكرنا سابقا نعم